تحديات جمّة تواجهها الحكومة لسيما في الأوراة الأخيرة بعضها يتعلق بالضغوط السياسية وأخرى تخص الفساد المرتبط بجهات متنفذة دعوات الشارع وما تحقق من المنهج الحكومي نتابع مع فقار فاضل مؤشرة كثيرة على عمل وأداء الحكومة والبرلمان في إدارة أزمات البلاد المتفاقمة ومنها مكافحة الفساد وغسيل الأموال وارتباطهما بجهة سياسية متنفذة الأمر الذي دفع الأوساط المراقبة للمطالبة بالتعاقد مع شركات دولية متخصصة لمعالجة تلك المشكلات نتوجب على الحكومة وحتى على السلطة التشريعية إذا فعلا أرادوا أن يعالجوا هذه الآفة السرطان التي سرقت وسرقوا أموال الناس أن يشكلوا لجنة تحقيقية تدقيقية عالمية هناك لجان وهناك كثير من دول العالم قد واجهت ما نواجهه الآن من فساد وسيطرة مافيات وأحزاب إذا استطاعت الحكومة أن تستقطب أحد الشركات العالمية الدولية بالتدقيق والتحقيق حتى لا تكون هناك لا مجاملات ولا محابات وتقع الحكومة الحالية بين نارين نار تغول الأحزاب في مؤسسات الدولة ونار الأزمات السياسية التي تحول دون تنفيذ ورقة البرنامج الوزاري في مساره الإصلاح لما أفسدته الإدارة السابقة الكف الواحد لا تصفق بالتأكيد أنه الآن محارب حين يمد يده في أي مكان في شبهة فساد لا يسمح له وبالتالي صراع الفساد والصراع الحصول على المليارات من أموال الشعب العراقي متواصلة بين القوى السياسية وأغلب القراءات للأوساط المراقبة ترى أن المناخ السياسي هو الذي يهيمن على قرارات السلقتين التشريعية والتنفيذية لا سيما في قضايا مكافحة الفساد والمتورطين به من العاصمة بغداد فقار فاضل أرابعا